بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب نا العزاء. طلاب الصف الثاني الابتدائي. باولي مع ترسل الجديد نهاردة في مادة الراضيات بعنوان جمع البيانات وتمثيلها. هنتعلم هاردة ان شاء الله مع بعض. زي نقدر نجمع البيانات ونمثلها. اول حاجة هنجمع البيانات. رقم اتنين. تمثيل البيانات في جدول. والجدول ده يكون جدول آآ بسيط. اول حاجة معنا هي جمع البيانات. عايز نعرف مع بعض يعني كلمة بيانات. البيانات هي اي معلومات انا عايز ابدأ اجمعها عن حاجة معينة. يعني مسلا لو انا كنت في المدرسة وعايز اعرف آآ معلومات عن عرض الغياب في المدرسة في الفصل بتاعي. فعندنا كشف اسمه كشف الغياب والحضور. بابدأ اسجل في الحضورين والغيبين. فده اختصارا كده موضوع البيانات. فالبيانات هي معلومات عن ظاهرة ما. زي ظاهرة غياب التلاميذ باحد آآ المدارس. ويمكن عرضها او تفريغها في جداول او رسوم بيانية زي ما قلنا من شوية وهنشوف دلوقتي. رقم اتنين عندنا ازاي نقدر نمثل البيانات اللي معنا ديت في جداول وكون جدول بسيط لسينا احنا ناسا صغيرين. بنبدأ نستخدم حاجة اسمها الحزمة. الرموز. الرموز دي بنسميها عندنا حزمة اللي هي الشرطة الميلة دي. بنبدأ نعمل اربع شرطات ميلين. والشرطة الخامسة بتكون ديت آآ بتقفل بنسميهم كلهم الخامسة اللي مع بعض اسمهم حزمة. حيث تجمع كل خمس علامات بنجمعهم مع بعض في آآ حزمة. وتستخدم طريقة الحزمة عشان نبدأ نسهل بها العدل. لما بصرها كده من بقيد على طول لما لاقي فيه شرطة ميلة على شرطات يبقى ديو كده حزمة دول خمسة. من بقيد كده دول خمسة ممكن ادي كمان خمسة كمان خمسة. يبقى الموضوع بالنسبة لنا اسهل من انا ادي علامة علامة او الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لأ. انا هدامها على طول لما لاقي الحزمة يبقى دول على طول كده بخمسة. واللي قام معلم الفصل بالاعلان عن انشاء جماعات للنشاط المدرسي في مجالات الازاعة المدرسية والاسعافات الاولية والاشبال والزهرات والموسيقى والتمثيل وطلب من التلاميذ ان يكتبوا رغباتهم وبرا تجميع الرغبات تم التعرف على اعداد المشتركين في كل نشاط بوضع علامات كالمبينة في الجدول وتجميع كل خمس علامات في حزمة. جاء عندنا مندرس الفصل. عايز اه حبي يقسمنا كلنا الى مجموعات كل مجموعة ليها نشاط اللي بتحبه. في مسلا ناس بتحب الموسيقى فدول مجموعة مع بعض في في نشاط الموسيقى. ناس عايزة يا سحفات اولية ناس عايزة اه ناس عايزة اه موسيقى ازاعة مدرسية اه ناس عايزة تمثيل دول كلهم كل مجموعة مع بعض بيروحوا في مجموعة اه لوحدهم. ونبدأ من نمثلها بالجدزة اللي قدامنا كده قدي عندنا النشاطات او الجماعة. بعد كده عندنا العلامات. بعد كده عندنا عدد المشتركين. اول حاجة معنا اول نشاط معنا هو نشاط الازاعة المدرسية. عايز فيه كم مشترك? هو هنا مدينا بالصورتين بالرقم اللي هم تسع مشتركين ومدينا بالعلامات. مدينا حزمة ده ما احنا قلنا بقى خلاص اهو. الحزمة ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. والخمسة العلامة الخمسة هي اللي بتفعلهم. دول كده الخمسة دول مع بعض بنسميهم حزمة. يبقى خمسة. ومعنا هنا كمان اربع علامات. يبقى دول عبارة عن تسع علامات. نيجي بعد كده نشاط البعده. الاسعافات الاولية. عندنا خط بقى او مشوف من بقيت كده. حزمة. يبقى الحزمة دي بخمسة. ابدأ عدد ما اقعدها بقى. اكمل من بعد الخمسة. يبقى دول كده خمسة. ستة سبعة. يبقى عدد المشتركين عندنا في نشاط الاسعافات الاولية. مما سبعة. بعد كده نشاط بعد كده هو نشاط الاشبال والزهرات. ادي عندنا خمسة. وحزمة اللي بعدها خمسة يبقى كلهم مجموعهم عشرة. بعد كده عندنا نشاط الموسيقى. نبدأ نعد العلامات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع علامات. فمش مش كاتف على المشتركين. انا اكتبوا بقى بيديا. هم اربع مشتركين. اللي بعد كده التمثيل. ادي عندنا الحزمة فيها خمسة. بعد كده نكمل اللي بعدها واحد. يبقى خمسة واحد ستة. يبقى نكتب كده عادل المستركين عندنا ستة. اخر حالة خالص الناس اللي ما اشتركت في اي نشاط ما نشاط ضيات. نبدأ نعدهم. ادي هنا حزمة وحزمة يبقى خمسة لات خمسة عشرة. يبقى احداشر اتناشر تلاتاشر. يبقى عادل المستركين هنا تلاتاشر. بلي اكمل الجدول. ثم استنتج على التلاميذ الفاصل ازا كان كل التلاميذ حاضرين وقت سجيلة ورغبات. عادلين نبدأ ان اعدهم كلهم. اعدهم ازاي? هبدأ اعد المشتركين اللي معايا دول توقع الازاعة المدرسية وصفات الاولية والاشبال والزهرات والموسيقى والتمثيل واللي ما اشتركوش خالص. هكتب اول حاجة عندنا تسعة سائد سبعة زائد عشرة زائد اربعة زائد ستة زائد تلاتاشر وهبدأ اجمعهم هلاقي المجموع عندي تسعة واربعين تلميذ وبعرض التلاميذ كلهم تسعة واربعين. ممكن نقدر نعبر عن الجدول اللي فات ده بالشكل البياني اللي قدام ما ده بالتمثيل البياني. انه انا ابقى ارسم هنا اه عرض التلاميذ على المحور الرأسي ولوف خبار سمعيني انواع الانشطة. وابدأ اكتب هنا انشطة واحدة واحدة اللي زعنا مدرسية صفات اولية الاشبال والزهرات الموسيقى التمثيل. وهنا ببدأ اكتب من على عرض بتاع اه التلاميذ. نيجي مسلا نشاط زي عايزين نعرف بقى نستنتج بعض المعلومات او بعض البيانات من من التمثيل البيانة القدامة ده. قال لي النشاط الذي اقبل عليه التلاميذ بصورة اكبر. النشاط اللي فيه اكبر عدد من التلاميذ. طب انا اعرف ازاي يا مستر? هبص للشكل البيانة اللي قدامنا او التمثيل البيانة اللي قدامي. واشوف اطول عمود في الاعمدة اللي قدامنا دي كده. واشوف النشاط اللي عنده يبقى هو ده النشاط الاكبر. اللي جاء عليه اكبر عدد من التلاميذ. نيجي هنا نبص للعمدة اللي لاقي اكبر عمود عندنا العمود اللي باللون ده طب فين ده اسم قانيها نشاط نشاط الاشبال والزهرات يبقى نكتب الاشبال والزهرات تمام ممتازين الاشبال والزهرات نجي بعد كده بقول لي النشاط الذي اقبل عليه التلاميذ بصورة اقل يعني ايه بصورة اقل احنا قلنا بصورة اكبر يعني اطول عمود معانا في التمثيل البياني طب بصورة اقل يبقى اقل لعمود معانا في التمثيل البياني اللي هو فيه اللي هو عند نشاط نشاط الموسيقى يبقى نكتب ايه هنكتب الموسيقى رقم 3 بقول لي اذا اردت ان تكون طبيبا فان النشاط اللي يجب تفضله هو ايه عايز اكون دكتور عايز اكون طبيب النشاط اللي فضل انا ادخل فيه طبعا هو نشاط الاسعافات الاولية ممتاز الاسعافات الاولية الواجب المنزلي بولي مارس عرضا من التلاميذ الالعاب المبينة بالجدول اكمل كل من الجدول التالي والتمثيل البياني ادي عندنا جدول فيه اللعبة وعرض التلاميذ ودي عندناها التمثيل البياني هكمل هنا هلاقي هنا اللي نقص هنا في الجدول موجود في التمثيل البياني والموجود في التمثيل البياني نقص في الجدول ابدأ اكمل من الجدول في التمثيل البياني والتمثيل البياني في الجدول وبكلا نكون انتهينا من درس النهاردة هنتظر اعطيكم في صورتكم على الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفهم نتعلم ببساطة اشتركوا في القناة